ناس كتير بنتعامل معهم يومياً السجارة عندهم كيف وما يعرفوش يمشوا من غيرها وفي فنانات كتير في الوسط الفن مشهورين بحبهم للتدخين وتوفق بسببها وفي فنانات هتدفجوا وأصلاً النوم بيدخنوا والتدخين عندهم إدمان تعالوا نتعرف على الفنانات دول وكانت أولهم الفنانة السورية أصالة نصري أصالة ظهرت في حفلة من حفلات برنامج سعودة أيضل وهي قاعدة بتدخن على المسرح بوسط مجموعة من النجوم وبعد تدور الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اتعرضت أصالة لانتقادات الجمهور وقتها وفي الأول التزمت أصالة الصمت ومعلقتش على انتقادات الجمهور لها لكن بعدما دعمتها الفنانة الإماراتية أحلام في تغريدة لها على تويتر أعادت أصالة نشر تغريدة أحلام على تويتر وقدمت اعتزار له الجمهور من خلالها أما عن الفنانة غادة عبد الرازق فهي من الفنانات المعروفة بحبات كبيرة للتدخين ولما كانت تخلص تصوير أي مشهد لازم تاخد بريك علشان تشرب الشيشة قبل ما تصور المشهد اللي بعده غدا أصارت الجدل أكتر من مرة بسبب التدخين وخصوصا أنها ظهرت في أكتر من عمل فني وهي بتشرب الشيشة بشراها وقتها رفعت وزارة الصحة المصرية قضية ضد فريق عمل مسلسل ظهرة وأزواجها الخمسة بسبب ظهور غدا في معظم مشاهد المسلسل وهي بتشرب الشيشة ودعت برد وزارة الصحة دعوة صريحة لتشجيع الناس على التدخين وخصوصا أن غدا فنانة محبوبة من الجمهور ونشرت غدا أكتر من مرة صور لها على معاقع التواصل وهي بتدخن السجاير وده تسبب في استياء الجمهور منها أما عن الفنانة سناء يونس فكانت مشهورة في الوسط الفني بحباء للتدخين وده تسبب في إصابتها بمرض سرطان الرئة وبعد يدخلها في صراع كبير مع المرض واستمرارها في التدخين اتوفت الفنانة سناء يونس سنة 2006 أما عن الفنانة شرين رضا فصرحت أنها بدأت التدخين من وراء أهلا وهي عندها 13 سنة ورغم الأضرار والمتعب الصحية اللي عانت منها بسبب التدخين لكنها صرحت أن التدخين بقى عادة عندها وقالت أنها تراجعت عن فكرة إقلاعها عن التدخين أما عن الفنانة يسرة فعلى الرغم من أنها بتعاني من مرض الربو لكنها صرحت أنها فشلت أكثر ممرة في محاولة إقلاعها عن التدخين أما عن الفنانة نيلي كريم فصراحت في لقاء تلفزيوني أنها مؤمنة أن تدخين ضر بالصحة وقالت أنها حاول تقتل من مرة أنها تبطل تدخين لكنها كانت بتفشل في كل مرة وخصوصا لما يكون عندها تصوير وصراحت أنها بتعتمد على القهوة والسجار أثناء تصوير وقالت أنها تفضل تحاول لحد ما تقدر تبطل تدخين أما عن الإعلامية ريهم سعيد فصراحت أنها تعلمت شرب الشيشة من صديقة لبنانية لها وقالت أن نظرتها للست المرخنة في الأول كان عيب ومضر لكنها اكتشفت بعد كده أن التدخين مش عيب لكن مضر وصراحت أن الشيشة مسلية جدا وبعد ما تعرضت ريهم سعيد لانتقاداته الجمهور صراحت وقالت أن أول مرة أن صحكوا تبطلوا حاجة أنا بعملها لأنها غلط أما عن غدا عادل فظهرت من فترة في فيديوهات وهي بتدخن وقتها الجمهور انتقادها وقال أكيد صوتها اللي تغير بسبب السجار الكتير اللي بتشربها أما عن مينة شلبي فظهرت في حفلة من الحفلات وهي قاعدة بتدخن على المسرح في وسط مجموعة من الفنانين ولما لاحظت أن في حد بيصورها نزلت إيديها بسرعة وخبطت السجارة أما عن الراقصة دينا فصراحت أن السبب غيابها عن الساحة الفنية هو مرورها بظروف مرضية صعبة بعد اخضوعها لعملية في الحنجرة بسبب التدخين ونصحت دينا المرخنين منجمورة أنهم يبطلوا تدخين فورا أما عن الفنانة معالي زيد فكانت من ضمن قيمة الفنانين اللي عنوا من التدخين وكانت معالي زيد مشهورة بالتدخين بشراها وصراحت أنها كانت بتشرب أكتر من ثلاثة عيلة بسجار في اليوم وفي سنة 2014 توفت معالي زيد بعد صراع طويل مع سرطان الرئة وفي أيامها الأخيرة حسيت بدق في التنفس مع صعوبة في البلع ياريت تقولولنا رأيكم عن التدخين في التعليقات هل من العادي أن أي فنانة من حقها تظهر قدام جمهورها وهي بتدخن ولا المفروض أنها تحترم جمهورها وما تظهرش أنها بتدخن قدامهم